تقرير دولي يدق ناقوس الخطر بشأن نهر دجلة بالتأكيد على أن النهر يواجه خطر الجفاف ومناسيبه المائية قد لا تصل إلى الجنوب عام 2040 وبحسب التقرير الذي أعدته إيمسكاي مديرة برنامج أصدقاء العالم في جامعة يلال أمريكية فإن السكان العراق تضاعف عددهم منذ عام 2003 ووصل لنحو 40 مليون نسمة وهذه التغيرات تزيد من معدلات الطلب على المياه في وقت تتعرض 39% من أراضي العراق لأثار التصحر و54% من الأراضي الزراعية مهددة بالزيادة نسبة الملوحة التقرير أشار إلى أن العراق عاش خلال السنوات الماضية فترة قياسية من جفاف وتدني هطول الأمطار وتصاعد درجات الحرارة لتصل إلى ما يزيد على 50 درجة مئوية مضيفا أن العراق مصنف بأنه خامس أكثر البلدان في العالم تعرضا لأثار التغير المناخي وفيما يتعلق بظاهرة حرق الغاز المصاحب في حقول النفط أكدت الكاتبة البريطانية إيماسكاي والتي عملت مستشارة لقوات التحالف في العراق أكدت ضرورة التخطيط للانتقال للطاقة البديلة والتخلي عن حرق الغاز لما يسببه من تلوث بيئي التقرير ذكر أن العراق لازال يعتمد على النفط بالنسبة 90% من وارداته دون أن يحقق تنوعا في مصادره أو مصادر اقتصاده وقال إن قطاع الطاقة مسؤول عن 75% من نسبة الانبعاثات الغازية في العراق سيموا أن أبراج المداخن في الحقول تطلق أدخنة سوداء من حرق الغاز المصاحب دون استثماره والاستفادة منه تلوث وتصحر وجفاف دون حلول جذرية سواء من دول المنبع تركيا وإيران أو من الداخل العراقي بقرارات وإرادة وطنية حقيقية كما يقول خبراء ويؤكدون أن الوضع سيتفاقم في السنوات المقبلة القريبة لمشكلة ندرة المياه وفق لتقليل صادر عن معهد الموارد العالمية بالوصول إلى مرحلة الإجهاد المائي الحاد بحلول العام الفين واربعين اشتركوا في القناة